اشتركوا في القناة الفلكية والكسوف والتراجع والزوايا اللي بتصير والتراجع عطارة والتراجع الزهرة هل هاد بيأثر على الحمل يعني بموت الجنين بنزل الجنين بطلع الجنين معاق بطلع متخلف زي اللي حكى هذا الحكي يعني طبعا هذا الحكي ما في منه اي صحيح كلام غلط تخبيص بمعنى اخر بس هو من ناس بترصف هالكلام لاجل انه تلفت الانتباه انه اشخاص تدخل تسمعهم كل اشي له علاقة بالرعب ودب الذعر والاشاعات والكلام الغلط والموت والحياة والمشعارة في ايش والكوارث هاي كلها كل ياتوا هذا كلام غلط بغلط ما لازم انكوا انتوا تعلقوا حالكوا فيه او تصدقوا بس هاي نقطة يعني ما بدي اناقش في الموضوع ما بدي اجادل في الموضوع خلال بكرة ان شاء الله او اليوم بنزل انا توقعات اه لهي التوقعات بالنسبة لالكسوف وايش هو الكسوف وين بدو صير الكسوف وساعة الكسوف وتأثير الكسوف على جميع الامرج فعشان هيك مثل ما نزلنا عن عطارد وتراجع عطارد راح نعمل عن الكسوف ان شاء الله اني بجهز الحلقة انا وبنزللكم التوقعات باسرع وقت ممكن عشان تعرفوا ايش المصائب اللي راح يعملها الكسوف وايش المنتظر من هذا الكسوف او الاحداث الكونية اللي راح تتغير من بعد هذا الكسوف انتظروا الحلقة اللي راح تنزل ان شاء الله طبعا ما احد يخاف ويقول لي خوفتنا وما خوفتنا بس تنزل الحلقة تسمعوا كلام العلم والمنطق ايش بيحكي خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 16-6 القمر موجود وما زال موجود في الحمل في منزلة البطين جيدة لتهدت النفس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا راح يظل هاي الزاوية فعالة لغاية تقريبا ساعات ما قبل الظهر بتصير في منزلة الثرية منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لظهار اي شيء مثل سر او اغراض انت بتدفنها او بتخبيها بتحكي يعني بتروح بدولة الاشخاص وين هي اه هي جيدة للكتمان ولا اخفاء الامور بالنسبة طبعا للقمر راح يتنقل ما بين الحمل والثور اليوم الزاوية اللي راح تتشكل هي ما بعد الحلقة الساعة 10-21 دقيقة اه بمساءن هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو اي زاوية سلبية بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما الزاوية التي تليها اي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والشمس راح تكون الساعة 12-10 دقائق بعد منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي راح تكون قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر والمشتري راح تكون فيه تمام الساعة 12-49 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا حكينا انه هي اخر زاوية معناته خلو المسار راح يبدأ الساعة 12-49 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الاردن بتزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 3-49 دقيقة فجرا بينتهي خلو المسار في تمام الساعة 9-35 دقيقة ظهرا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بعد انتهاء خلو المسار الساعة 9-35 دقيقة ما قبل الظهر بيكون القمر انتقل واستقر في برج الثور طبعا تأثيراته لما بصير في برج الثور بنعتمد بنشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وما نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن شراء عقار ما وقضى وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما الزاوية التي تليها وهي اخر زاوية معنا في هذا اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة 11-28 دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب عرقيل بتتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا القمر حكينا انه راح يكون في برج الثور معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم 18-6 راح يكون في تمام الساعة 12-49 دقيقة قبل العصر ورح يستمر لغاية ساعات المساء يعني راح يتجاوز للحلقة اللي بعديها ولكن راح نذكره احنا على يومين اللي هو يوم 18 ويوم 19 فهو راح يبدأ الساعة 12-49 دقيقة قبل العصر ورح ينتهي الساعة 58-59 دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها للجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم راح يكتمل 25 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينيش بصير نسبته 25% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى 20-6 المزاج ممتزج القمر في الحمل والثور لانه راح ينتقل للثور لغاية 18-6 ورح احكينا انه راح نذكره يوم 19 مزاج ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم 18-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد الزهرة في الجوزة بيتراجع حتى يوم 25-6 مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28-6 مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا في حلقة راح نحكي عن التراجع قبل التراجع يعني خلال يومين دول بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 يعني مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر موجود في بيت الشخصية عندكم فأنتو نشيطين أو نشيطون مع هيك ما تبادروا إلى عمل جديد أو مؤهم واصلوا العمل اللي بدأتم فيه قبل ساعات الظهر يعني حاولوا أنكم تنجزوا هاي الأعمال من ساعات الظهر طبعا بنتقل القمر بصير في الثور في بيتكم الثاني فعشان هيك بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتكم تنشطوا بالاتصالات وزيارات ممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي إنك تتشجع ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية أهم إشي إنكم تقللوا من مصاريفكم بمعنى القمر رح يكون في البيت الأول والبيت الثاني معناته نحكي عن البيت الثالث البيت الثالث تقريبا يعني بتبرعوا اليوم في التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندكم سرعة بديهة عالية جدا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم الأجواء جيدة وداعمة أهم إشي إنكم ما تحاولوا تفرضوا رأيكم على إخوانكم أو على أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو على مستوى البيت الرابع بما أن الكواكب الزهرة بتتراجع في البيت الرابع عطارد الآن برضو هايو بتهيأ للتراجع القمر بدي يصير في بيت متاعب البيت الرابع يعني كل هاي الأمور تقريبا بتضغط على البيت الرابع بشكل كبير فعشان هيك أكثر الخلافات والمشاكل بتكون على مستوى البيت فبتحمل بعض المشاحنات أو الأعطال أو الخلافات أو الاستياء من أحد أفراد العائلة بتنتصرفاته أو تسلطه أو فرض رأيه فعشان هيك بتكون الأجواء مشحونة على مستوى البيت ممكن تكون التزامات أو مشاكل أو خلافات داخلية يعني في أشخاص حال حسب طالعهم ممكن أنهم يسيطروا على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بما أنه الكسوف قادم على البيت الرابع برضو ورح يوصل للبيت الخامس فعشان هيك بنقول لك أنه برضو بدك تدير بالك على المستوى العاطفي ما تخلي الأمور العاطفية أنها تسيطر عليك بشكل كبير وبرضو في المقابل ما تعمل أي احتكاك سلبي أو تصلب بالرأي أو محاولة فرض الرأي على أحد الأبناء أو على الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء اليوم جيدة على مستوى العمل تحمل لك بعض الإنجازات الجيدة حاول أنك ما تدخل بعمل جديد إلا بعد ما ينتهي خلوه المسار أركز بشكل جيد ممكن اليوم تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة أي أنما على المستوى الشراكي لغاية ساعات الصباح بعدين الأمور ممكن يصير فيها سوء تفاهم أو تصلب بالرأي أو مناقش حد شوي فبدك تمسك عصابك ما في داعي للخلافات وخاصة ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فمن ساعات الظهر بتفتح أبواب جيدة على المستوى الأموال المشتركة فممكن أنك تهتم اليوم في مسائل إلها علاقة بالأموال أو بالقروض أو بالمساعدات أو بالدعم أو بأمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو يلفت انتباهك هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية وخاصة من بعد ساعات الظهر فبدك تنتبه ممكن تقلق على مسألة إلها علاقة بشخص خارج البلاد أو ممكن يجيك اتصال من خارج البلاد يزعجك ممكن تحتد أو تعصد وانت بتناقش في أمور سياسية أو دينية أو فلسفية برضو ممكن أنه تستصعب عليك بعض الأمور الدراسية وخصوصا للطلاب اللي على المستوى الجامعي بدهم يركزوا وما يعتمدوا على الحظ أثناء تقديم الإمتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا ضاغطة وهاي بتسبب لك نوع من أنواع الحدية في الطباع ولكن أنه برضو ممكن من خلال التحسن بعد انتهاء خلو المسار أنه صير فيه شيء يجمعك أو يقربك من شريك بالعمل أو من زميل بالعمل أو من رئيسك بالعمل وممكن برضو مع بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم تثق فيهم كعلاقات عامة أو وضع اجتماعي يوجهوا لك دعوة لحضور مناسبة أو اجتماع معين أو ممكن يدعموك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو داعم برضو اليوم ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف وممكن يعمل لك لقاء يعني دعوة سهرة أشياء من هذا القبيل بتكون إيجابية وممكن يكون فيه أخبار سر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني برضو بتدعمك خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منكو رح يهتم بشؤون صحية لأحد الأحبة أو يحاول أنه يفرض رأيه على شخص من معارفه للتوجه للفحصات أو للطب أو أشياء من هذا القبيل برج الثور طبعا بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فمنقول أنه التعب رح يظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنكو تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر في هاي المرحلة بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية بدعوك الجولة بذل الجهود من أجل إشاعة السلامة وبلغ التفاهم هاي فترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعم إلك خذ المبادرة وكون شجاع أما بالنسبة للبيت الثاني بما أنه حكينا عن بيت المتاعب اللي هو البيت 12 والبيت الأول فبدنا نحكي عن البيت الثاني البيت الثاني بيت المال فبيحمل لك بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم ولكن مش قوية ممكن تنشغل ببعض الملفات الحسابية أو مطالبة بالديون أو تحصيلات أو الاهتمامات ببعض الإجراءات ممكن برضو يكون فيه نوع من أنواع الضغط عليك مالياً ولكن برضو بيحمل بعض الفرص ولكن للأشخاص اللي طوالعهم جيدة اللي ممكن يحصلوا أموال بتجيهم من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي إنك تقلل من مصاريفك أو تراقب مصروفاتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة اليوم يعني من ساعات الظهر تقريباً بصير عندك طاقة عالية جداً للإتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع أخ أو مع جار الدراسة إلى موضوع معين اهتمام بالتكنولوجيا بالسيارات يعني كل هاي الأجواء بتختلف معك خلال هذا اليوم بشكل إيجابي أم إشي اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريباً فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بنقول لك يعني حاول إنك تقلل من هاي الخلافات ما تخليها تتفاقم أو تزيد عليك وفي نفس اللحظة ما تختلق المشاكل على مستوى أفراد العائلة أو البيت ممكن تكثر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية بحاجة لمتابعة أو مراقبة بتكون بشكل جيد أهم إشي زي ما حكينا إنه تخلي علاقتك ودية أو روتينية على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية وخصوصاً من ساعات الظهر بتدعمك على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو الحضوض لا إلك في بعض المجالات اللي بتعزز من قوتك ومن قوة حظك فعشان هيك يحاول إنك تستغلها بشكل إيجابي ممكن يكون لكه نوع من أنواع التعامل مع الأبناء أو الأحباء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يعني تنضغط في مسائل معينة أو تفكر في إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم ولكن ركز بشكل جيد ما تحاول إنك تتهور يعني اعرف ميزانيتك اعرف وضعك يبل ما تتحرك بالاتجاه العمل ما تحاول إنك أنت تستغل بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال حاول إنك تركز بشكل جيد لا إشي بمصلحتك وخاصة بعد الظهر أما بالنسبة للموضوع الصحي فالأمور جيدة ما في أي خوف أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراك المالية والعاطفية تقريباً هي روتينية يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن لا يخلو العمر من بعض الاستياء من تصرفات الشريك أو تذكر مسألة قديمة أو فتح ملف قديم بالخلاف ما بين شريك مال أو شريك عاطفي يعني زي الأزواج فحاولوا إنكوا مدفاق من الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور يعني تقريباً ممكن يكون بعض الاهتمامات لبعض المسائل البنكية أو التحويلات أو الاهتمام في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو بالضريبة أو بالتأمين وبرضو ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو أحد أفراد البيت العائلي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريباً يعني فيها نوع من أنواعش للضغط على المستوى اللي إلع علاقة بالسفر أو الاتصالات أو أوراق أو معلومات أو أوراق قضائية أو قانونية يعني كلها هاي ضاغطة أو على مستوى امتحانات جامعية ممكن برضو يكون في عندك كثير من التحركات أو الاتصالات خلال هذا اليوم ولكن في أثناء النقاشات حاول أنك ما تحتد وما تعصب وما تحاول تفرض رأيك على الأشخاص اللي حوالي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت العمل فممكن اليوم يعني إما أنك أنت تنشط في مجال معين في مجال العمل أو يكون لك نوع من أنواع التعاون والمساعدة ما بينك وبين زميل وبين رئيسك بالعمل أو ممكن تستغل بعض المعارف لإنجاز بعض الأعمال اللي بتخصك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء في ساعات المساء ممكن يكون في عندك لقاء أو دعوة لا حفلة أو مناسبة أو لقاء مهم تناقش في بعض المسائل اللي إلك مصلحة فيها أما بالنسبة لبيت المتاعب فمثل ما ذكرناه في بداية التوقعات برج الجوزاء بتنشطوا في ساعات ما قبل الظهر بين الأصدقاء كلقاءات أو اجتماعات أو هذا وهذا طبعا للأشخاص اللي على الجزء الآخر من الكرة الأرضية يعني اللي عندهم ساعات الفجر بتكون ساعات مغرب أو ساعات مساء أو هيك إشي ولكن في ساعات الظهر هذا بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك الأفكار بتكون عندك مشوشة والظروف بتكون مخيبة السبب إن القمر رح ينتقل من بيت الأصدقاء اللي هو بيتك 11 لبيت المتاعب اللي هو بيتك 12 أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إنه شوي بتكون لغاية ساعات الظهر الأجواء إيجابية نفسيا أنت عندك طاقة عالية جدا ولكن من ساعات ما بعد الظهر تنجحن بطاقة سلبية فعشان هيك بيكون عندك نوع من أنواع التقلب في المزاج أو بتشعر ببعض الارتخاء بدك شوي تراحة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم اللي يتطلب منك بعض الاهتمام في منك رح يحصل على أموال اللي بتجيهم من عمل إضافي على حسب طالعهم أو نوع من الهدايا أو الهبات أو المساعدات ولكن بالمقابل بتكون ديروا بالك من المصاريف الزائدة أو الاهتمامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني بكون عندك بعض المشوير أو الحركة أو النشاط في مسائل معينة ولكن بدك تدير بالك من التسرع في الحركة أو أنه ما تنتبه أثناء الحركة خوفا من الإصابات وفي نفس اللحظة بدك تركز أثناء النقاشات أنه ما تكون عفوي يعني بدك تستعد قبل ما تحكي ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار بشكل يعني ممكن في حدية بالطباع مع الأخ فدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى البيت فيها ضغط برضو اليوم فعشان هيك بتخلق لك نوع من أنواع التوتر إما أنه أزمة منزلية أو عائلية أو خلاف أو نقاش ممكن أنه يستفزك خلال هذا اليوم في منكه رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمشتريات والترتيبات وبعض الأعمال البيتية اللي منها ممكن يكون بده اهتمام بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم ولكن برضو بتفتح برض السلبيات أنه أنت بتحاول تفرض رأيك على الحبيب أو تتدخل فيه شؤون حياته فعشان هيك ممكن ما يعجبك الأمر أو ردة فعله فتتحسس من الموضوع ويخلق له أو تخلقه بعض سوء التفاهم أو النقاشات الحادة ممكن يكون مش مع حبيب ممكن يكون مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو يعني رح يجهد حاله زيادة في العمل فعشان هيك يحاول أنه ما يجهد حاله وبرضو راقب وضعك الصحي أما بالنسبة إلى البيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية تقريبا الأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا أنه ممكن من ساعة ما بعد الظهر تحتد شوي أو تعصب على الشريك أو يصير فيه نوع من أنواع الفجوات النفسية ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني برضو فيه أفكار مالية أو دعم مالي أو تزديد قرض معين أو اهتمامات يعني مش غلي فكرك كثير خلال الفترة هاي نوع من أنواع الالتزامات أو نوع من أنواع المطالبات عليك وحاول إنك ما تفقد مقتنياتك يعني هوية دوزدان محفظة شغلة زي هيك يعني بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة فممكن تحمل لك اليوم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام فيهم وممكن تهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو إشي بدعمك على مستوى المحاكم أو الجلسات أو الأوراق القانونية أو المعاملات أهم إشي أنه عند الامتحانات لأنه الحظ مش كثير حاول أنك تركز بشكل جيد وتدرس ما تعتمد على الحظوظ خصوصا لامتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية للتعاون مع زملاء أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات هو وبيتك 12 برج السرطان حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا عمل بدأتهم من قبل من ساعات الظهر ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونكم وتعاونهم كمان معاكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم كل الضغوطات أهم شيء أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم متأيد فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك طبعا القمر موجود في بيتك 10 وبيتك 11 فالأمور تقريبا مثل ما ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا يعني بكون فيها نوع من أنواع الضغط ولكن مش الضغط الكبير تقريبا الأجواء بتكون لصالحك وخصوصا من ساعات الظهر تقريبا بتنعكس المعادلة بتصير مشحون بطاقة إيجابية وبتدعمك بشكل قوي حتى على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يعني تظهر بعض المسائل المالية ولكن يكون فيه متطلبات مالية أو نوع من أنواع الضغط المالي أو الالتزامات اللي بتطلب منك الاهتمام الكبير خلال هذا اليوم حاول أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على مجالات الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو بتفتح لهم مجالات جيدة فممكن اليوم تكثر عندك الحركة بالتنقلات بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي يعني ألطف من الأيام الماضية ولكن برضو بظل في نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن أعطال أو اهتمامات أو التزامات أو نوع من أنواع تراكم الأمور داخل البيت ممكن هي اللي تظهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء روتينية ما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي وبرضو تعاملكم مع الأبناء بس حاولوا ما تفرضوا رأيكم عليهم عشان ما يصير خلاف أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل أجواء جيدة بتدعمك بشكل قوي جدا فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يكون له عمل مميز اليوم وبرضو الأمور الصحية تقريبا منقدر نحكي إنها بالجانب الإيجابي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية يعني ما بين الأزواج وشركاء المال منقدر نحكي إنه الأجواء يعني فيها بصيص أمل للإيجابي اليوم تعمل على التلاقي أو على التواصل أو على التقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا برضو جيدة على المستوى الأمور المالية فبتدعمك في بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة في البنوك أو تحويلات أو الحسابات المشتركة ممكن إنه تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالضريبة أو التأمين وفي منك رح يهتم بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى بيت السفر فعشان هيكي بيسبب لك نوع من أنواع الأرق أو القلق أو الارتباك خلال هذا اليوم ممكن تأخير رسالة أو جواب أو ابتق لك على شخص خارج البلاد أو ممكن إنه يكون الأمر العلاقة بأوراق ومعاملات قانونية اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضور أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر والبيت 11 ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ولكن برضو ما ترهق حالك كثير وما تتعب حالك كثير حاول إنك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني حاول تستغل الأيام هاي لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة يمكن وصول القمر لبيت المتاعب ويأثر عليك بشكل كبير برج الأسد بتبقى الأوضاع كما كانت عليه في اليومين السابقين في أمور إلها علاقة بالأمور الخارجية أو أمور السفر أو أوراق السفر أو المعاملات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن اليوم من ساعات الظهر بتختلف الأوضاع بصير يعني اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي قلق على أحد أفراد العائلة بتواجهك مسؤولية أو عبء مهني ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام يعني بعطي نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فشوي بدأك تكون حذر خلال هذا اليوم والفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي تقريبا نقدر نحكي روتينية ولكن في ساعة الظهر ممكن تظهر بعض المسائل اللي توترك أو تربكك أو تستفزك فحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لا الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني على المستوى المالي ممكن تحملك بعض الفرص المالية أو نوع من أنواع الدعم المالي ولكن قلة من موليد الأسد اللي ممكن يحصلوا عليها في منكو رح يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغط ولكن هذا الضغط رح يكون ضغط فكري أكثر من أنه ضغط ثاني فممكن اليوم ينشط الفكر عندك زيادة لدرجة أنه ما تقدر تريح حالك كثير فعشان هيك بطلب منك أنك ما تشد على عصابك حاول أنك أنت تأخذ نفس هيك وتريح ممكن اليوم تكثر عندك الاتصالات والحركة والنشاط ممكن تهتم ببعض الأمور العلمية أو النقاشات أو الحوارات اللي بتكون على أكثر من صعيد ولكن أثناء تنقلاتك ما بدك تدير بالك يعني ما تنفعل أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب العائلي يعني بخف الضغط اللي كان في اليومين الماضيين بيساعدك هذا الموضوع على أخذ الأنفاس على مستوى البيت أو بيصير في تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتستقر بعض الأمور البيتية أو ممكن تنتهي من بعض الأعمال المنزلية اللي كانت مرهقة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتحمل نوع من أنواع القلق حكينا على أحد أفراد العائلة أو الأبناء تحديدا فعشان هيك يعني حاول إنك ما تتوتر كثير يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الروتين ولكن أنه برضو ما فيها السلبية اللي يعني تضغط عليك بالنسبة للبيت السادس تقريبا على مستوى العمل وصحة الأمور جيدة تنشط اليوم في بعض الأمور المالية أو العملية وبرضو في أمور إلها علاقة ببعض الأمور الصحية كمراقبة الصحة أو اهتمام بأدوية أو مراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة يعني فيها نوع من أنواع الضغط الضغط السلبي ممكن يكون قلق على الشريك أو ممكن تحسس من موقف معين أو ممكن أنه يكون يعني هيك سوء تفاهم فشوي تحتد الأمور ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في ساعات ما بعد الظهور ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية اللي هو أمور المالية المشتركة اللي إلها علاقة بالبنوك أو إلها علاقة بالضريبة بالتأمين أو في أمور تحويلات أو اهتمامات بصراف أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد بيدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى أصدقائك بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الصديق أو الأصدقاء وهذا الإشي بساعدك في بعض الأمور بشكل إيجابي ممكن تستعين فيه أو يستعين فيك لحل بعض الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال المهمة ممكن يعني يكون فيه ضغط عليك في بعض المسائل ولكن إجمالا تقدر تنجزها بكل سهولة وبأرياحية وفي منكم رح يقلق على زي ما حكينا على أحد الأحباء أو أحد أفراد العائلة برج العذراء طبعا بالنسبة للعذراء حكينا أن القمر في البيت الثامن لغاية ساعات الظهر بتظلها الأمور شوي يعني ضغط على المستوى المالي أو على المستوى اللي له علاقة في البنوك أو الضريبة أو أوراق قانونية أو معاملات فبتضغطوا بشكل كبير يعني فيه جهد على المسائل المالية كبير من ساعات الظهر القمر رح ينتقل يتحرك ورح يدخل لبيت التاسع يعني برج حليف لأيلك بيدعمك فعشان يمكن يصلكم خبر من بعيد ممكن تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات أو بأمور تتعلق بالسفر بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات والفرص النجاح بتكون بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب تجاوب معك في الفترة هاي ممكن يكون في نوع من أنواع يعني الاهتمام المباشر بأمور إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا بتأخذ منحنة جيد وخصوصا من ساعات الصباح إلى الظاهرة يعني بتصير الأجواء دعملة إليك نفسيتك بترتاح أكثر بتتعزز الثقة بالنفس أكثر وبكون في عندك أسلوب يعني جيد وممكن تلفت الانتباه للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ممكن أنه يكون فيها نوع من الأعباء المالية ولكن من ساعات الظهر ممكن تفتح لك بعض الأبواب اللي إلها علاقة بالدعم المالي اللي بيجي إما من عمل إضافي أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمساعدات أو القروض أو الاهتمام بهذه المسائل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وممكن تكثر عندك الحركة والتنقلات خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تدير بالك أثناء التنقلات على الطرق المفتوحة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا بدأت بالارتياح شوي في نوع من أنواع التفاهم أو تأقلم مع أفراد العائلة أو بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك أو الاهتمام ببعض المسائل العائلية أكثر في منك رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة يعني بالأعمال الروتينية المنزلية أو إشيء له علاقة بالصيانة أو الترتيبات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو بتعمل نوع من أنواع التقارب مع الأحبة خلال هذا اليوم يعني الأجواء بتدعمك بشكل قوي برضو ممكن يكون في نوع من أنواع الحوارات إما مع أخ أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال اليوم بشكل جيد أو يتوكل لك عمل تنجزه على أكمل وجه وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو ما زال فيه نوع من أنواع الضغط فبيسبب لك نوع من أنواع الاستياء إما أثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفة ممكن فضول أو تدخل أو انتقاد أو سوء تفاهم يعني أشياء من هذا القبيل يعمل نوع من أنواع الحدية ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الأجواء منقدر نحكي يعني فيها نوع من أنواع الضغوط على مستوى العمل ممكن أعمال كثيرة أو خلاف أو صدام ما بينك وبين أحد الزمداء أو اختلاف وجهات النظر أو رئيسك بالعمل بالفترة يحاول أنه يفرض حاله عليك حاول أنك أنت ما تترك مجال لهاي الأمور وما تخليها تسيطر عليك اتجنبها لأنه الفترة هاي بما أنه فيه سلبية معناته أنت يعني مهدد أنه تشوه سمعتك إن فتحت النقاشات أو الحوارات والفترة مش مناسبة لهاي الأمور أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريباً نقدر نحكي إنه الأجواء تحمل نوع من أنواع التعامل أو التعاون أو التقابل ما بينك وبين بعض الأصدقاء اليوم ممكن تستعين بصديق في إنجاز بعض الأمور وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن أهمش إنك تمسك عصابك وما توجه الانتقادات اللاذعة إن شاهدت خطأ أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية فما في شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريباً تنجز أعمالك وتهتم بصحتك بشكل روتيني وبدون أي مشاكل برج الميزان طبعاً بالنسبة لبرج الميزان القمر مقابلكم مباشرة هو بالحمل الآن بدو يتحرك باتجاه البيت الثامن لإلكو عشان هيك اهتماماتكو بتكون عن موضوع الشراكة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتتغير الأجواء وبصير يعني تمنحك فرصة إلها علاقة لمكسب مالي أو صلة إلها علاقة بالشراكة أو تعويض صحتك أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحت شيخوختك تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهميش إنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج أو نوع من أنواع العدوات أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها متقلبة خلال هذا اليوم ولكن العامل النفسي بيضغط عليك بشكل كبير بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الحدية في الطباع حاول قدر الإمكان إنك ما تنفعل وما تعصب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك على المستوى المالي والأمور المالية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور إلها علاقة بدفعات أو الفواتير أو الالتزامات في منك رح يحصل بعض الأموال اللي بتجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو اليوم رح تحمل لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بكثرة التنقلات والاتصالات والحوارات مقنع بشكل كبير على مستوى الفكري بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك يعني تقريباً الأجواء بلشت تتخذ يعني تأخذ منحنة جيدة جداً بالنسبة لإلك بتعطيك فرصة على مستوى برضو الامتحانات أو الأمور اللي إلها علاقة بالتسويق رح يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو بالتليفون أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت الرابع بتدعمك على مستوى العائلة وبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية زي نقاش أو اهتمامات روتينية زي مشتريات أو ترميمات أو تصليحات في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة زي أخ أو جار أو أحد الأبناء مثلاً أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً من ساعات ما بعد الظهر بصير فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين الحبيب أو ممكن يحدث أمر شوي يلفت انتباهك إلو علاقة في أحد الأبناء ممكن يصير خبر جيد اليوم وخصوصاً في ساعات ما بعد الظهر يصلك خبر هيك يسعدك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء عن المستوى النفسي والصحي برضو وعلى مستوى العمل الجيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الطبية زي مراجعة طبيب أو أدوية أو اهتمام بمكملات غذائية أو أشياء العلاقة بالمستشفيات أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريباً الأجواء إيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم ممكن تكثر عندك الاتصالات أو التنقلات أو الحوارات أو النقاشات أو يعني أمور الهلاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان جامعي بس بده يركز بشكل جيد اللي عنده اهتمامات بأوراق قانونية ومعاملات ما فيه شيء بخوف بالعكس يعني الأمور ممكن تكون لصالحة خلال هذا النهار أما بالنسبة للامتحانات فتتوترش كثير وما تستعجل في الإجابات بدها تركيز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل أو زملائك بالعمل أو علاقتك مع رؤسائك بالعمل ممكن يصير بعض الاهتمامات لإنجاز بعض الأعمال الطارئة والضرورية اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء ففي ساعات المساء ممكن يكون اليوم في بعض اللقاءات أو الإجتماعات أو التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء لإنجاز بعض الأمور المهمة أو للمساعدة أو للدعم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بتدعمك ممكن اليوم يعني على الأمور الصحية تكون لصالحك وبرضو أمور العمل لصالحك وبرضو الأمور العائلية أو التقارب العائلي يعني شوي ممكن تهتم إما بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس عشان هيك بتكونوا تديروا بالكم إنجزوا الأعمال المطلوبة منكم ما تبادروا بعمل جديد وظلوا منتبهين لصحتكم من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بتحرك بصير في برج الثور مقابلك مباشرة بصبح اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر من الإنفعالات ممكن يكون اليوم في بعض الضغوط هيك تصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها من سبب العصبية الجو متوتر ممكن تظهر مشاكل طارئة بدك تكون صبور وما تتذمر الفترة خالية من الحظ وخصوصا أن القمر مقابلك مباشرة فهذا بسبب نوع من أنواع التوترات وبسحب من طاقتك شوي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي متقلب اليوم على المستوى النفسي ممكن في ساعة الظهر تتوتر بس وتحتد بسبب ضغط معين أو توتر معين شوي يتطلب منك هيك تأخذ نفس ما تعصب وما تحتد أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي بيحملك بعض الفرص المالية اللي بتدعمك في بعض المسائل ممكن تحصل بعض الأموال اللي تجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن تكثر عندك المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها أجواء يعني متقلب اليوم عندك كثرة بالتحركات والنشاطات أو الاهتمامات خلال هذا اليوم ولكن أنه برضو بالمقابل بدك تنتبه أثناء القيادة خصوصا على الطرق بين المدن أو الشوارع المفتوحة بخوفا من الحوادث أو أعطال السيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية في ساعات المساء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن تسمع خبر جيد أو يصير فيه نوع من أنواع الاهتمامات الجيدة اللي تدخل على قلبك السعادة أما بالنسبة للبيت الكامس فالأجواء على المستوى العاطفي قوية جدا خلال هذا اليوم وهذا بيعمل لك نوع من أنواع تقارب مع الحبيب أو نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء أو بيجيب لك خبر يعني بيسعدك بشكل كبير بيتعلق إما بالحبيب أو بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء جيدة برضو بتعمل لك نوع من أنواع الكثافة أو التحرك باتجاه المال أو البنوك أو أمور إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو أموال مشتركة يعني ممكن تفكر في قرض أو مساعدة أو طلب دعم معين أو الطالب بديون لإلك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت التاسع ضاغطة شوي بتحمل نوع من أنواع السلبية اللي إلها علاقة إما بتعطيل سفر أو تأخير سفر أو أوراق إلها علاقة بالإقامة أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات القانونية بالمحاكم يعني أو هاي كلها تقريبا يعني أو الامتحانات فبدك تدير بالك هاي الأجواء ضاغطة على هاي المسائل اللي إحنا ذكرناها وبرضو على مستوى التنقلات البعيدة برضو فيها نوع من أنواع الصعوبة فبدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغط فما نقول لك ما تبالغ وما تغامر وما تتهور اليوم حاول أنك أنت ما تخالف القوانين الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط فهاي بتسبب سلبية عالية جدا لإلك وفي نفس اللحظة ما تتأخر عن عملك وإنجز أعمالك بشكل جيد ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك في العمل وأنا بنصح التعاون مع الزملاء لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء أصبحت إيجابية على مستوى بيت الأصدقاء وبتدعمك بقوة فممكن اليوم يعني يكون فيه لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع يكون ما بينك وبين بعض الأصدقاء تعمل تقارب ما بينك وبينهم وتحل بعض المسائل اللي كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية أو تساعدهم في حل معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي بتكون ضاغطة فعشان هيك بتحدث نوع من أنواع التوتر ممكن إنك أنت ترهق حالك كثير أو ممكن تقلق على نفسك أو على أحد الأحبة صحيا برج القوس طبعاً بتظل الأمور العاطفية جياشة عندك بظل في عندك نوع من أنواع حب التواصل مع الحبيب أو تقارب معه أو ممكن يكون مع أحد الأبناء يعني أمور تمشي معك بشكل إيجابي خلال هذا اليوم وفي بعض الأحداث اللي ممكن تسعدك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر يعني تقريباً الأجواء بتتغير رغم تراكم العمل بكون أنت وعندكوا قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي ممكن يكون في الفترة هاي نوع من أنواع القلق على أمور مهنية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي ممكن يحدث بعض الأمور اليوم اللي توترك أو تسحب من طاقتك أو تخليك ما عندك القدرة على التركيز فعشان هيك بدك تأخذ نفس وتركز بشكل جيد ترتب أمورك بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تكتسب هاي السلبيات أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي بيدعمك بشكل قوي فممكن تحصل بعض الأمور المالية أو تهتم ببعض الأمور المالية في منك ورح يحصل على مكاسب من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ممكن تكثر عندك اليوم الاتصالات بشكل كبير أو الاهتمامات بالتنقلات بشكل كبير وفي منك ورح يهتم بشؤون إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة في أمور إلها علاقة بالهاتف أو بالتكنولوجيا أهم إشيء إنك أنت يعني ما تعصب وما تنفعل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن من ساعات الظهر يصير بعض الأمور الإيجابية أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء مثل ما ذكرناها هي والبيت السادس زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة تدعمك على مستوى الشراكة فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن إنجاز بعض الأمور أو الأعمال أو الأشياء الخاصة اللي تجمع ما بينك وبين الشريك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الماء الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط ممكن يعني يجيك خبر في ساعات الظهر هيك يوترك أو يزعجك لبعض الالتباسات أو الارتباكات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بمستردات مالية وممكن شوي هاي اللي تكون عليها علامة الاستفهام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة أو أوراق سفر أو أوراق قانونية أو معاملات أو أوراق امتحانات يعني تقريبا الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني من ساعات ما بعد الظهر تقريبا بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل أو زملاء أو رئيسك بالعمل ممكن أنك أنت اليوم تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالتعاون أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء ضاغطة أو متوترة يعني بتحملك نوع من أنواع الحدية أو يعني العصبية أثناء التعامل مع أحد الأصدقاء بسبب سوء تفاهم أو بسبب فضوله أو تدخله في شؤون حياتك أو بحاول أن يفرض حاله بأي طريقة عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة ولكن في ساعات الظهور بدك تنتبه يعني من بعض التقلبات اللي ممكن تكون على الصعيد العملي أو على الصعيد الصحة يعني ممكن عمل مثلا يكون صعب يجيك أو ممكن تشعر ببعض التوعكات الصحية في هاي الفترة برج الجدي طبعا القمر بما أنه في بيت البيت يعني شوي بظل فيه نوع من أنواع يعني العلاقات العائلية أو البيتية هي اللي بتأخذ اهتمامك أو بعض المسائل البيتية شوي بتلفت انتباهك شوي بتوترك أو بتسوي لك نوع من أنواع الانفعال أو الحساسية هيك يعني بتخلق لك جو هيك من العصبية أما بالنسبة لما بعد الظهر الأجواء بتصير جيدة بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا بتجد حليفة بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل حاول أنك تكرر المحاولة ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة وتميل للتنقلات أو المشاركة في رحلة عمل مثلا الأجواء رومانسية وناجحة ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بشكل قوي جدا يعني أنت مشحون بطاقة وعندك رغبة للانطلاق بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي برضو داعمة بتفتح لك بعض الفرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة ولكن أهم إشي أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات وعلى مستوى التنقلات على مستوى الحوارات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو في نفس اللحظة بتعطيك مجال للانطلاق والترويج لبعض الأعمال أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو الاهتمام بمجال العمل بشكل عالي جدا وممكن برضو أنك أنت ترغب في تقديم لطلب العمل أو مناقشة أو حوار في هذا المجال فهي جيدة لإلك وفي نفس اللحظة الأمور الصحية بتكون أحسن من الفترة الماضية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة يعني شوي ممكن أنه شوي هيك يكون في بعض الالتباس أثناء تعاملك مع الشريك خلال هذا اليوم ممكن حساسية من موقف معين أو بحاول يفرض رأيه أو يدخل في شؤونك أو العكس فعشان هيك بدك تدير بالك من الحدية ما تخلي السلبية تسيطر على أفعالك وإنفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة اليوم على المستوى الأموال المشتركة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات البنكية أو أمور إلها علاقة بالضريبة أو بالتأمين أو بالمؤسسات المالية أو ممكن تفكر بقرض معين مثلا الأجواء تقريبا بتدعمك أما بالنسبة للبيت التاسع فبيفتح لك مجالات على مستوى الأوراق القانونية وبرضو على مستوى إشيء العلاقة بالسفر أو أوراق السفر أو اتصالات خارجية أو شراء أشياء من خارج البلاد تشحن لك بالبريد مثلا يعني الأجواء كلها بتكون جيدة على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو متقلب اليوم ما بين روتيني في ساعات الظهر بتصير الأمور فيها حدية ممكن تتعصب من صديق أو من اتصال صديق أو معرفة يعني يستفزك بعدين بترجع الأمور روتينية في ساعات المساء بتصير الأجواء إيجابية ممكن تعملك نوع من أنواع التقارب مع أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا ضاغطة شوي فعشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك وما تغامر كثير ممكن تحملك هاي الفترة إما قلق صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الدلو طبعا بما أنه القمر في البيت الثالث ورح ينتقل للبيت الرابع فعشان هيك بيظل في عندك نشاط من الآن لغاية ساعات الظهر في التحركات والاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات يعني في عندك نشاط عالي جدا اليوم من ساعات الظهر تختلف الأمور بصير الاهتمام على مستوى البيت لأن القمر رح يصير في البيت الرابع فبوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل وبرضو لتثبيته وقدم المساعدة إلى من يحتاجها أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها متقلب اليوم على المستوى النفسي يعني ما بين روتيني ضاغط روتيني جيد روتيني فعشان هيك بدك تدير بالك وخصوصا في ساعات صباح للظاهرة من بعض التوترات أو الأشياء اللي ممكن تزعجك أو تخليك هيك شوي تشعر ببعض الإحباط حاول إنك ما يعني تركز على هاي الأمور بهاي القوة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي تدعمك فممكن تحصل بعض الأموال اليوم أو تهتم ببعض الأمور المالية أو ممكن ببعض المشتريات أهم شيء إنك ما تصرف في المكان الغير مناسب ممكن يجيك بعض الفرص المالية اللي تيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على المستوى العاطفي وبيعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو الأحبة اليوم ممكن اليوم تفكر في خروج أو نزوة مثلا أو هيك تغيير جو بشكل مفاجئ وفي نفس اللحظة ممكن إنه يكون لك نوع من أنواع التعامل أو الاهتمام بأحد الأبناء أو الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بعمل جديد أو ترويج لعمل جديد أو مشروع جديد وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بدأت تأخذ منحنة جيد للتصالح أو التقارب ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة يعني ما بينك وبين الزوج أو الزوجة وممكن يحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو الرغبة بالتقرب من الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على مستوى الأمور المالية المشتركة زي أمور البنوك أو القروض أو المساعدات أو المؤسسات المالية زي البنوك الضريبة التأمين يعني هاي كلها تقريبا اليوم ممكن تظهر أي وحد فيهم على الساحة وتلفت انتباهك أو تهتم فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى أمور الهلاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات أو أمور الهلاقة بالأوراق القانونية يعني شوي بتكون ضاغطة اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة منقدر نحكي أنه روتيني فما في شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن بعض الاهتمامات تكون لبعض المعارف يعني تهتم ببعض المعارف أو بزملائك أو زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء ضاغطة فممكن منزعج من تصرف صديق أو صديق بيحاول أنه يفرض رأيه عليك أو يتدخل في شؤونك فهذا الإشي بيستفزك ما تسمح لحد أنه يتدخل في شؤونك بالفترة هاي وبرضو يعني ممكن تكثر النقاشات أو الاتصالات أو الحوارات في ساعة المساء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة تدعمك على مستوى العمل وتدعمك على مستوى الصحة ولكن تلفت الانتباه لا الاهتمام بصحة يا صحتك يا صحة أحد الأحبة برج الحوت يعني بما أن القمر موجود في البيت الثاني البيت المالي فبتظل المسائل المالية أو الاهتمامات المالية أو مراجعة الحسابات أو الفواتير أو الالتزامات بتظلها ظاهرة عندك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب للنفور لمن حولك ممكن تفهم أو تتفهم الآخرين في هذه الفترة أهم شيء يعني تكون هادئ ما تعصب ما تفوت عليك فرصة المصالحة أو التسوية حاول أنك تكرر المحاولة السابقة ما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها روتينية فما في شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن أنه في ساعات الظهر بس هيك يتحتد أو تعصب أو ينتابك نوع من أنواع القلق أو التوتر فيشعرك ببعض التقلبات النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي والثالث زي ما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد يعني اليوم في نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات أو التعاون العائلي أو الاهتمامات في مسائل اللي لها علاقة في البيوت أو لها علاقة في العائلة ممكن مشتريات التزامات مصالحة تقارب لقاء أي أمور من هاي الأمور اللي لها علاقة في البيت والعائلة فهي أمور إن شاء الله إنها جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء الروتينية على المستوى العاطفي يعني بتتعامل على مستوى عواطفك بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن الاهتمام ببعض المسائل أو الترويج لعمل معين وممكن يكون نوع من أنواع التقارب ما بين كوبين زملاء أو اهتمام ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الشراكي وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تحمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الأزواج أو التعاون على مسألة معينة أو التقارب بفكر معين في نقاش معين والاتفاق على مسألة مهمة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني بيحملك نوع من أنواع الضغط على المستوى الأموال المشتركة كنوع من أنواع إما أنه عليك فواتير أو التزامات أو دفعات أو قلق بسبب تقصير بعض الأموال أهم شيء بالفترة هاي ما تفكر باقتراض الفلوس ولا بأنك أنت تحاول أنك تقترض الفلوس وأنت مش جاهز لترتيب أوراقك للسدد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلى علاقة بالقانون أو أوراق قانونية أو أمور إلى علاقة بالسفر يعني تأجل أو تعطل أو أمور مثل يعني مثل أنك أنت يعني كنت بدك تسافر بالفترة هاي والتغى بسبب الظروف أو بسبب ما يعني تقريبا هاي كلها فيها نوع من أنواع الضغط حتى على مستوى الامتحانات الجامعية برضو بيحمل لك نوع من أنواع المشاحنات أو ممكن أنه أنت تعتمد على الحظ فتفشل في امتحانك بدك تركز جيد وما تعتمد على الحظوظ برضو البيت التاسع بيسيطر على نقطة إلها علاقة بالنقاشات فممكن تكون عنيف أثناء النقاشات أو تكون حاد بالطباع أو ما تستوعب النقاش بشكل جيد فيكون لك ردة فعل عصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني تقريبا على مستوى بيت السمعة يعني هي أروتينية ولكن فيها بعض الإيجابية اللي ممكن تخليك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة والاهتمام بزميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيعمل يعني نوع من أنواع الإيجابية فبساعد على نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات أو الحوارات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو تستعين بصديق معين لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم وبرضو بتساعدك على الاهتمام بصحتك أو مراجع الطبيب إلك أو لا أحد الأحباء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء